كما ترون القمر مقتمل بضرا من العملكة المغربية ولا منصهم بعد هنا عندنا في المغرب سوى اثنى عشر يوما فقط اليوم ليلة الاثنين مساء الاحد خمسة وعشرون شهر اربعة الفين وواحج وعشرون ميلادية وصدق الامام المهد المنتظر من عاصر محمد اليماني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا بيان كتبه الامام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني بتاريخ الثاني من شوال لسنة الفين واربعمائة واثنين واربعين للهجرة الموافق الرابع عشر من سهر مايو لسنة الفين وواحد وعشرين عنوان البيان هو المباهلة في شأن انتفاخ الاهلة وصدق الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم المنتقم الجبار من صناع القرار ومفت الديار ومن علماء حركة الشمس والقمر والليل والنهار والمنتقم من علماء سلالات بعوضة الدم في أجسام بني آدم والمنتقم من علماء الاحتباس الحراري حسب زعمهم من كربون مصانعهم بأنها سببت خللا في تقنية الله في خلق الأرض وسماء مناخها وهي أكبر من خلقهم وهم أحقر من الضرة أن يؤثروا على قدر تنزيل المطر وفيضان الماء المنهامر والمنتقم من كل جبار عنيد كل مستكبر معرض عن البيان الحق للقرآن المجيد والمنتقم من الذين أنكروا أن الشمس أدركت القمر فورد الهلال من قبل الكثوف واستمعت به الشمس وقد هو هلالا في الاقتران المركزي كما حدث في يوم الأحد ليلة الاثنين واحد رمضان بحسب تاريخ إدراك الشمس للقمر في ليلة القدر القمرية ليلة الاثنين والشمسية بحسبان خير من ألف شهر يا معشر كل شيطان من شياطين البشر من الذين يصدون البشر بأن الشمس أدركت القمر فيصدون عن آية التصديق للمهدي المنتظر ناصر محمد بأن الشمس حقا أدركت القمر وليس بجهالة منهم بل وهم يعلمون بأن الشمس حقا أدركت القمر كما حدث مؤخرا في الإدراك الأكبر في هلال شوال لعامكم هذا سنة 1442 في ليلة الثلاثاء واجتمعت به الشمس وقد هو هلالا بعد غروب شمس الثلاثاء ليلة الأربعاء ليلة اجتماع الشمس بالقمر وقد هو هلال كليهما حدث في رمضان بحسب الإدراك كون أعلم علم اليقين أن غرة رمضان بحسب الإدراك ليلة الاثنين وثلاثين رمضان بحسب الإدراك ليلة الثلاثاء وأما ليلة اجتماع الشمس بالقمر وقد هو هلالا فلم يحدث هذه المرة بالفجر بل حدث بعد غروب شمس يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء ليلة واحد شوال ليلة التاسع وعشرين من رمضان بحسب أصحاب الغرة الشرعية برؤية هلال رمضان أولئك الذين صاموا يوم الأربعاء ولكن من علماء الفلك من استطاع فتنتهم مستقلا الإدراك فتنوهم وجميع المسلمين عن صيام ليلة الخميس ليلة الثلاثين رمضان فأضاع شعوب المسلمين يوما من رمضان ذلكم ليلة الخميس ليلة اثنين شوال بحسب الإدراك ولكن الذين لم يعلنوا عيد الفطر إلا ليلة الجمعة ليلة الثالث من شوال أولئك أتموا ليلة القدر بحساب رؤية أهلة الشهر ولم يعلنوا عيد الفطر إلا يوما هذا الجمعة أولئك التزموا هذه المرة بأمر الله ورسوله أن لا يبطروا حتى يشهدوا رؤية هلال شوال ولذلك جاء الأمر من الله الواحد القهار أن لا أجاد لكم بعدها بل أعلن بالمباهلة فتلك هي الجريمة الكبرى في إدرال شعوب المسلمين في تاريخ المسلمين أن يفطروهم من قبل رؤيته هلال شوال وأقسم بالله العظيم أني أعلم كما يعلمون أنفسهم أنهم لكاذبون بسبب تكبرهم ماذا يقولون للعالمين فكيف لا تثبت رؤيته هلال شوال وقد صاموا ثلاثين يوما فماذا يقولون للعالمين لم تثبت رؤيته هلال شوال ليلة واحد وثلاثين رمضان رغم أنه من المفروض أن يكون هلال ليلة الخميس مرئيا للناس كافة من غير مناظير وبالعين المجردة أمام أعين الناس كونكم صومتم الناس الثلاثاء قبل صيام ركن رمضان برغم أنهم لم يشاهدوا هلال رمضان بعد غروب شمس الاثنين ليلة الثلاثاء وكذلك أعلن علماء الفلك عيد الفطر قبل أن يشاهدوا هلال شوال وفطروا شعوب المسلمين يوما من رمضان وهذه هي الطامة الكبرى أن يعلنوا بعيد الفطر في رمضان من قبل أن يشهدوا برؤية هلال شوال وربما يعد كافة علماء الفلك المسلمين أن يقولوا يا ناصر محمد اليماني نحن صرنا بين أمرين أحلى هم عمر كونها سوف تذهب مصداقيتنا العلمية الفيزيائية الفلكية نهائيا فماذا نقول للعالمين أن رمضان هذا العام 1442 31 يوما كوننا أعلن الثلاثاء واحد رمضان فأصبح الثلاثاء يوم 29 رمضان والأربعاء 30 رمضان ولكنها أشكلت علينا عند غروب شمس يوم 30 رمضان ليلة الخميس فإن قلنا للمسلمين كذلك أتموا رمضان 31 يوما فحتما سوف تذهب مصداقيتنا العلمية كليا فأصبح ليس أمامنا غير حل واحد وهو الكذب بأن نفتري ثبوت هلال شوال بعد غروب شمس الأربعاء ليلة الخميس زورا وبهتانا بالصور في الكمبيوتر لرؤية هلال 31 بعد غروب الشمس برغم أنه استحال علينا تصويره بالتليسكوب عند غروب شمس يوم الأربعاء ليلة الخميس وبرغم أنه حدث الاقتران لمحاقض ضياء قمر رمضان مساء الثلاثاء ليلة الأربعاء فليس لنا خيار آخر أو نقول للمسلمين أن رمضان لعامكم هذا 1442 31 يوما فمن ثم يقيم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني عليكم الحجة وأقول لكم فهل تذكرون أهلة المستحيل في الإدراكات الصغرى؟ فكانت تفوت ليلة من الشهر فتشاهدونه ليلة الثانية ولكنها جاءت الإدراكات الكبرى فلا تشاهدونه إلا ليلة الثالثة وهنا أعلم أنكم سوف تدخلون في مأزق فيذهب الله مصداقيتكم العلمية كليا لدى كافة شعوب المسلمين لأن قلتم لم تثبت رؤية هلال شوال يوم 30 ليلة 31 فمن ثم جاء ما وعدناكم به وحين أذهب الله مصداقيتكم العلمية يا معشر علماء الفلك فاضطررتم أن تكذبوا وتفطروا المسلمين في رمضان من قبل ثبوت رؤية هلال شوال بعد غروب شمس يوم الأربعاء ليلة الخميس ألا والله لو لم تدرك الشمس القمر إذن لا شاهد هلال شوال الناس كافة بالعين المجردة كونه هلال اثنين شوال بحسب الإدراك وعلى كل حال لنريد جدالكم يا معشر علماء الفلك بعد أن أذهب الله مصداقيتكم العلمية برغم أن الله أتاكم علما فيزيائيا فلكيا حقيقيا طل الله ما أنكر الإمام المهدي ناصر محمد اليماني علمكم قط منذ بداية الدعوة المهدية منذ عام 1426 الموافق عام 2005 ولكنكم من جنيتم على أنفسكم فأنكرتم آية التصديق للمهدي المنتظر أن الشمس أدركت القمر فوريد الهلال من قبل الاقتران المركزي فاجتمعت به الشمس وقد هو هلال فذلك هو ما طالبكم به حصريا أن تعترفوا بما أمر الله أن أعلنه للبشر منذ أكثر من 16 عام ولا يزال العالم الفلكي ملهم هندي صغيرا يربونه الذي تطاول على حديث محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أشراط الصاعة الكبرى انتفاق الأهلة فيرى الهلال يوم خروجه للناس قبلا فيقال هو ابن ليلتين أو ثلاث صدق محمد رسول الله والله أعلم بما في نفس ملهم هندي ومن كان على شاكلته من علماء الفلك المستكبرين وما أريد أن أعلنه في بياني هذا هو التأكيد من الله العزيز الحميد أن هلال شوال غرب قبل غروب شمس يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء وقد هو هلالا كما وعدناكم من قبل الحدث وعليه فسوف يشرق بدر التمام بعد غروب شمس الثلاثاء ليلة الأربعاء مساء يوم 25 مايو لنتا 26 مايو لعام 2021 وكتبناه بالميلاد حتى لا تستطيعون المغالطة وأمرت بالمباهلة بيني وبين المنكرين لحدث آية الإدراك على حد سواء الفلكيين أو المرجفين والصادين تكبرا وغرورا وأن أقول لعنة الله عليهم أو على ناصر محمد اليماني إن كان من الكاذبين على الله أن الشمس أدركت القمر فولد الهلال من قبل الكسوف واجتمعت به الشمس وقد هو هلال ولسوف يحكم الله بيننا بالحق فيجعل لعنته على المستكبرين والمفسدين في الأرض من شياطين البشر من الذين علوا في الأرض علوا كبيرة فلكم أنذرتكم ولكم حذرتكم وقلت يا معشر البشر لقد أدركت الشمس القمر فولد الهلال من قبل الكسوف واجتمعت به الشمس وقد هو هلال فهل تظنون بأني سوف أجادلكم بآية الإدراك إلى ما لا نهاية؟ بل سوف ننتظر لحكم الله يحكم بيننا بالحق وهو خير الفاصلين وأن رعنة الله على المستكبرين والمرجفين لعنا كبيرة والحكم لله وهو خير الفاصلين إن الذين يؤذون الله وخليفته أولئك في الأذلين إلا من تاب قبل ذلك فالله أعلم بما في صدور عباده وهو أعلم بالشاكرين وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر